بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا ويوم مرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس اليوم بإذن الله راح نستكمل الوحدة السادسة راح ناخذ درس جديد بإذن الله لكن قبلها راح نراجع مراجعة بسيطة على الدرس الماضي وبعدها ننتقل إلى تماريننا اليوم وبعدها بإذن الله راح ننتقل إلى درسنا الجديد وآخر شي راح ناخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم الآن راح نتكلم بإذن الله على الدرس الماضي وتكلمنا عن الدوران حول المحور العرضي للجسم وتكلمنا قبلها لازم ناخذ بعض الأشياء الأساسية وضرورية عشان عوام الأمن والسلامة تكلمنا وقلنا لازم توفير مرتبة رياضية عشان نأدي المهارة الدوران أو الدحرجة الدوران حول محور وأيضاً يكون حول المرتبة مكان فاضي وأيضاً لبس زي رياضي وأيضاً يكون وجود شخص خبير طيب أول شي لازم نعرف ما هو الدوران أو مخصود في الدوران بشكل جداً بسيط الدوران هو حركة يتم فيها تدوير الجسم حول محوره العرضي أو الأفرق مثل واضح لأن أمامكم الصورة فيه الدحرج بشكل أمامي أو الدوران إلى الأمام طيب كيف نقدر نأدي حركة الدوران للجسم بشكل صحيح؟ عندنا رقم واحد تبدأ من وضع الوقوف والدرعان عالياً أماماً لو لاحظنا الآن من وضع الوقوف بعدين ثاني بسيط في الركبتين والدرعين أماماً عالياً أماماً ورقم اثنين ثاني الجذع للأمام ولأسفل مع وضع اليدين على الأرض مع استمرار الحركة نضع أيش اليدين على الأرض مع ثاني تقريباً شبكة من للظهر وأيضاً استكمال عندنا ثالثاً نثب الركبتين مع تحدث في الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الداخل ولمسطح الأرض لاحظنا الآن هذه الآن استمرار الحركة يكون اليدين والرأس ملامسة الأرض مع القدمين هذه هي الخطوة الثالثة مع قلنا إيش في تقعر الداخل للرأس مع تحدث الظهر رقم أربعة دوران الجسم بالكامل ثم الوقوف على القدمين واستقامة الجسم لاحظنا الآن هذه الآن وضعية الاستعداد ثم إيش عمل الدورة الكاملة دوران بشكل كامل حتى إيش الوقوف الكامل ناخذ الآن بشكل صورة كذا كاملة لو لاحظنا من البداية مثل ما قلنا حيننا الوقوف بشكل مستقيم ثم استمرار والذرعين للأمام وبعدها انتناه أكبر في الركبتين وبعدها وضع اليدين على الأرض تحدث في الظهر بشكل كبير وبعدها الخطوة اللي بعدها خطوة وضع الذراعين والرأس والقدمين على الأرض ننتقل إلى الدوران بشكل كامل حتى الوصول إلى وضع الوقوف إيش الكامل ناخذ الآن كذا مقطع بسيط يوضح لنا كيف طريقة الأداة لو لاحظنا الآن توفير عوامل الأمن والسلامة لاحظنا نرفع الذراعين عاليا ثم النزول ولمس المرتبة بالأرض ثم الدحرجة أو الدوران إلى الأمام ثم الوقوف نلاحظ مرة ثانية تهديتها بشكل جدا بسيط رفع الذراعين عاليا نزل تحت وضع الذراعين على الأرض بعد أن نقض الدوران بشكل كامل ثم الوقوف بشكل كامل نتبعها آخر مرة ذراعين عاليا ثم نحن الظهر للأمام ذراعين ثم الدحرجة ولمس الرأس وعلى الظهر ثم الوقوف بشكل كامل طيب قبل أن ننتقل بس إلى درسنا اليوم في نقطة نبي نأكد عليها واخذناها حنا في الحصة الماضية وتكلمنا فيها زي مهارتنا اليوم تعتبر المهارات شوي بلها عوامل أمن والسلامة حنا أخذناها في الحصة الماضية ونبي نأكد عليها حنا أخذنا بعض العوامل اللي لازم نوفرها عشان نقدر نأدي لمهارتنا بكل أمن وسلامة عشان نتجنب الإصابات قلنا أهم نقطة مثل ما شفتوا في مقطع فيديو قبل شوي فيه مرتبة رياضية تكون من السفنج عشان نقدر نأدي إيش الدوران أو الدحرجة على كل أريحية لو أديناها بأرض صلبة زي البلاط أو مكان يكون شيء خنقل صلب ممكن يأدي إيش إلى أصابات بالرأس أو الظهر هذي رقم واحد وفرنا المرتبة المناسبة رقم اثنين لازم بعد إيش جميع الأدوات اللي حول نحول المرتبة الرياضية عشان أثناء الدوران ممكن إيش يكون فيها إيش يكون بعض اللي صبت لقدر الله عشان كذا لازم بعد جميع الأدوات رقم ثلاثة قلنا إيش اللحماء المناسب نعمل بعض التمارين البسيطة عشان اللحماء المناسب أيضا قلنا رقم أربعة لبس زي الرياضي أيضا خمسة وأخيرا مثل ما قلنا لازم يكون عندك شخص خبير في المهارة زي معلم التربية البدنية يكون جنبك عشان تقدر تأدي المهارة ويصحح لك بعض الأخطاء كذا حبايب تقريبا نخذنا مراجعة بسيطة على درسنا الماضي واليوم بإذن الله الآن ناخد درس جديد وبسيط بإذن الله موضوعنا اليوم رح نتكلم عن التثبيت الصحيح للكرة بالقدم هذا الجزء الأول رح نضيف بعض المعلومات عليه بإذن الله الآن رح ننتقل إلى تماريننا اليوم تمارين بسيطة نبي الجميع يكون جاهز واقف لأداء التمارين نبي نبدأ كالمعتاد وقوف نبي نجهز كما قلنا المكان لأداء التمارين عندنا رقم 1 تمارين الأول المشي في المكان عشر عدات وبعدها ننتقل إلى الجري أو الجري متوسط في المكان عشر عدات مع بعض وكفي نظار مستقيم النظر يكون إلى الأمام مع بعض تمرين ابتدي واحد ممتاز نظار مستقيم اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة ممتازين تمانية تسعة أبطال عشرة الآن سرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أبطال أربعة نلاحظ تبادل إيش حركة الذراعين والقدمين بشكل متوسط ممتازين خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة قف ننتقل إلى التمرين اللي بعده لحظة لان الذراعين عاليا ثم لمس باطن القدم نطبقها مع بعض بشكل بسيط الذراعين نوقف تكون القدمين تكون متجاورتين في البداية رفع الذراع عاليا ثم أخذ خطوة بسيطة إلى اليمين ولمس باطن القدم ثم قلنا هذا يسمى باطن القدم ثم العودة مرة ثانية ثم إلى الجهة الأخرى جاهزين مع بعض نبي شكل جدا بسيط ما نبي سرعة نبي نأديها بشكل بسيط وجميل ممتازين مع بعض تمرين ابتدي واحد واقف مرة ثانية ممتازين اثنين ثلاثة مس باطن القدم أربعة أبطال خمسة ستة أبطال ترعين عاليا ممتازين سبعة تمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ممتازين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين يمين ممتازين أبطال يسار تسعة أخير عشرة قف نقل التمرين اللي بعده الذراعين تكون عاليا بشكل جانب بشأن تكون واضحة ذراعين تكون عاليا معرفع القدم إلى الأمام اللي لاحظ الآن إلى الأمام بشكل بسيط ثم العودة ثم القدم الأخرى ما نحاول فيها انثناء في القدم يكون بشكل مستقيم كامل عشان نحرك مفصل ألف خذ ومفصل الكتف ممتازين مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد بشكل جدا بسيط نرجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية ابطال تسعة عشرة استمر واحد اثنين ممتازين ثلاثة أربعة ابطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة ابطال عشرة قف ريح مع بعض المكان بشكل بسيط مع تحريك الذرعين والقدمين بشكل جدا بسيط حكرا لأمام ثم العودة إلى المكان مرة ثانية ممتازين مع تحريك القدمين بشكل بسيط ممتازين وقف مع أخذ الشهيق مرة ثانية أخير ممتازين ننتقل الآن للتمرين الرابع تعطينا الآن بشكل جانبي رفع الذراع والقدم بشكل جانبي لو لاحظنا الآن نبدأ دائما بالجهة اليمين درعاليا ثم رفع القدم بشكل جانبي ويسر مستقيم لا بشكل جانبي بسيط ولمس الركبة أو مقارب للمسها مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة ممتازين عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ننتقل الآن إلى الجهة الثانية الجهة اللي سار ممتازين نرفع ذرة عالية مع بعض تمرين ابتدي نفسها تمرين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال تمانية تسعة ممتازين عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة أخير عشرة قف تمرين اللي بعده ذراعين أماما ثم نزول بشكل بسيط ثم العودة إلى وضع البداية مع بعض جاهزين ذراعي أماما نزول بشكل بسيط ثم العودة إلى وضع البداية وامتازين تمرين ابتدي نزول بشكل بسيط واحد اثنين ثلاثة امتازين أبطال أربعة خمسة ستة وامتازين سبعة تمانية أبطال تسعة عشرة استمروا امتازين واحد بشكل جدا بسيط من العودة إلى وضع البداية ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة ممتازين أخير عشرة قف تمرين الأخير وقوف ذراعين جانبا وتحريك الذراعين من مفصل الكتف إلى الأمام بشكل دائري جاهزين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة تمانية تسعة عشرة ممتازين داش ممتازين استمر اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة للأمام أبطال بشكل دائري بسيط تمانية تسعة أخير عشرة قف ريح شوي مع بعض ممتازين أخذ الشيق والزفير مرة ثانية أخير ممتازين يعطيكم العافية نتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بإذن الله راح نتكلم في الوحدة التعليمية السادسة عن تثبيت صحيح الكرى لكن أخذنا في الدروس الماضية الهبوط الصحيح على قدم واحدة وأيضا الدوران حول محرور العرض للجسم واليوم راح نتكلم بإذن الله عن التثبيت الصحيح للكرى بالقدم وبعدها بإذن الله راح نتكلم إن شاء الله في الحصى القادمة عن إشراك الزمية في استخدام أدوات المخصصة أثناء ممارس النشاط البدني بشكل جدا بسيط يعتبر إيقاف وتثبيت الكرى بالقدم أو إحدى أجزائها من مهارات التحكم والسيطرة لأن الآن إذا جاءت الكرة وثبتتها في القدم تثبيتها في هذه المنطقة تقريبة تسمى التحكم والسيطرة تحكمت على الكرة وسيطرت عليها ومن أشكالها تثبيت الكرة بوجه القدم يسمى مشت القدم مثل موابحة الآن أمامكم هنا مشت القدم طيب يتم تثبيت الكرة وفقا لما يليه لمواصفاتها رقم واحد عندنا نقف بشكل مباشر في التجاهة القادم من الكرة يعني أوقف الآن تكون هذه حين الوقوف تكون الكرة الآن في هذه المنطقة أوقف تقريبا أمامها والقدمين على الأرض وتكون قدم ارتكاز في الأمام نظر لحظة الآن هذه قدم ارتكاز تكون إلى الأمام رقم اثنين عند اقتراب الكرة نقوم بثاني بسيط في ركبة القدم الارتكاز الآن الكرة صارت قريبة مني في ثاني بسيط في الركبة ثاني جدا بسيط في قدم ارتكاز اللي راح يرتكز عليها جسمي اللي راح اوقف عليها رقم ثلاثة نثني مفصل ركبة الرجل التي ستلامس الكل رجل ثاني بحيث يشير مشت القدم إلى أسفل ولحظنا الآن احنا قلنا فيه ثاني الآن في قدم ارتكاز هذه الآن قدم المؤدية تشير شبك ما اللي لاحظنا الآن هذه الآن متما قلنا فيها تشير إلىأسفل هذا الآن هو مشت القدم هذا قدم الارتكاز في ثاني بسيط في قدم المؤدية وأيضاً هذه قدم الارتكاز وهذه قدم المؤدية وتشير إلى أسفل رقم أربعة بمجرد وصول الكرة أسفل القدم الحراء نقوم بخفض مفصل القدم إلى أسفل وتثبيت الكرة بوجه القدم إذا وصلت الكرة تقريباً عند الجسم نحاول نثبتها بمشت القدم ويسمى الآن ثبتنا وسيطيرنا على الكرة طيب قبل ما نروح ناخد مراجعتنا نبي نطبقها مع بعض بشكل جداً بسيط نبي الآن الجميع اللي عنده كرة أو يقدر يطبق المهارة بشكل بسيط وإن في إمكانك نوقف بشكل بسيط الكرة تكون أمامنا تكون قدم الارتكاز خلف الكرة الآن نطبقها وهي ثابتة نطبقها الآن عن برجل اليمين أو تطبقها برجل اللي صارت شوف اللي أنسب لك ومتاز تكون قيبة من الكرة الآن إذا قربت الكرة نرفع القدم والمشط يكون إلى أسفل ليس بالأعلى لا إلى أسفل والذراعين تكون الجانب عشان حفظ التوازن لا يكون الأسفل يكون بشكل جانبي بشكل جداً بسيط ثم القدم إلى أسفل والسيطرة على الكرة وإنثنان جداً بسيط في الجسم مرة ثانية وقوف لاحظة الآن رفع القدم والنزوه بشكل جداً بسيط للسيطرة على الكرة وللاحظنا الآن بشكل جداً بسيط لدنها مع بعض بالمشيء كذا لاحظ كيف تثبيت الكرة بمشط القدم هذا الآن ثبتنا وسيطرنا على الكرة بالجميع الآن يطبق المهارة بشكل جدا بسيط لاحظنا نرجوع ثم ننزول مرة ثانية عشان نقدم ثبت ونسيطر على الكرة الآن ناخذ كدة مراجعة بسيطة على درسنا اليوم يعتبر إيقاف وتثبيت الكرة بالقدم أو أحد أجزائه من مهارات التحكم والسيطرة هل هذا السؤال صح أو خطأ؟ ممتازين أبطال يعتبر صح لأننا الآن ثبتنا الكرة يعتبر مهارات التحكم والسيطرة أيضا من موصفات الأداء الصحيح لمهارتنا اليوم تثبيت الكرة نثني مفصل الركبة الرجل التي ستنامس الكرة بحيث يشير مشط القدم إلى أعلى هل هذا السؤال صحيح أو خاطئ؟ ممتازين أبطال يعتبر خطأ وصحيح؟ مشط القدم إلى أسفل مثل ما وضحنا لكم قبل شوي يكون مشط القدم إلى أسفل كذا حبايبي صير انتهينا من درسنا اليوم أعطيكم العافية حسن وصاتكم واستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته